دكتور نور قلت المصدر أمانه هي الشاشة مع أن المفروض في السن ده سن التنشأة الاجتماعية يكون مصدر أمانه الترابط الأسر العلاقة مع الأب والأم الحوار اللي بيحصل اللي احنا للأسف الشديد بنفتقده في بيوتنا كتير جداً دلوقتي ما بين الأب والأم والأولاد إنهم يعودوا وقعدوا واحدة مع بعضوا ويتكلموا ده المفروض هو المصدر الطبيعي للأمان لطفل سوي لو أنا عايز طفل يبقى سوي بعد كده سؤالي لحضرتك هنا فيما يتعلق بهذه الجزئية الجلوس لفترات طويلة جداً أمام الموبايل إزاي بيأثر على الفكرة دي فكرة الترابط أو العلاقة ما بين الطفل والده والدته طيب لحد عشر سنين بيكون 80% من القيم والسلوكيات اكتملت عندي ابني فهل يطرى العشر سنين دي أو العشر سنين في حياته اكتمل فيها الترابط أنا دائما بيسميها الدجمة دجمة دي حقيقة أنا مثلاً بعمل العادة واحد بقى بيصلي هو بقيت عادة بكرر السلوك بقى عادة بقى شخصية فهل أنا الشخصية بتاعتي تعودت على أنه بحكي ولا لأ أو محكيش عا فيك الموضوع ده مهم جداً لحد أنت بتكلم النقطة الفاصلة عشر سنين طيب ماذا لو ما عادش يعني حتى لو ما أخدش مادة صعبة أو حاجات لها مالاش علاقة بالسن بتاعه من خلال السوشال ميديا أو الموبايل أو العاب بتاعته في خطورة في بداية المراقة عشان ده سن التمرض فلو ما خدش على السنس بتاع الحوار واللي هو بيحكي ويفضفض هيبدأ ياخد سمة المرحلة دي من خلال التمرض التفعولي أو التمرض السلبي فلا يبقى ألفاز بتتقال أنا فجأة إيه؟ أو ابني بقى آماله لا هو سلكه بدأ يتغير تباعاً بشكل بس أنت ما خدش بالك عشان أنت يسابه فترات طويلة دي سمة المرحلة عشان أنت ما كنتش بتتكلم معه أصلاً هو مش بيحكي لك دور هنا أصلاً الأب والأم الأول هم يبتدوا يعملوا حالة الحوار دي مع أولادهم عشان يعودوهم على فكرة الحوار مش كل حاجة يعود على الموبايل آه طبعاً يعني ده ما بقول إحنا عدنا 20 ساعة هو فكرة هل إحنا فكرنا وإحنا صغيرين نعمل له مثلاً سماء الفيس بايد فيس بعد كرة سين متعبان بعد كرة التسكات اللي هو سكورشيت نبدأ نحطوله فيه المهام ونحطه الأولويات الوقت لأ أنا بخلي ابني مشتت هو مش عارف إيه أولوياته فإذا ما فيش إنجاز إذا ما فيش تطور في الشخصية عشان هل يترى ابني كان مشخصتك قوية ولا ضعيفة لو كان خجولة أو متوضعة أو معندو السقب نفسه هيبدأ يميل لعالم الافتراضي بتاع الموبايل يمسيك الفترات طويلة فمش يقدر يبعد عنه كإدمان فلازم زي الصين كوريا أمريكا عملت مساحات لإدمان الموبايل عشان بيعمل في الآخر سكت قلبية وسكت دماغية كان فيه ناس بتعود عليه 48 ساعة متواصلة طيب الجزء الثاني اللي أنا ممكن حدي جدا ما فيش تواصل في البيت وما كان الشخصات القوية بيميل إلى المجسفة وبييميل إلى العنف بسبب الجلوس فترات طويلة وإلى بيميل حاجة العنيفة واخد إن القدوة ده الشخص القوي العنيف فبيبدأ بعد كده يميل الأفكار المتطرفة وجماعات الرهيبية بكل سهولة بيتم استخدامهم من 12 سنة وخصوصاً الأسر مفكاكة فأسر مفكاكة هو مش قادر يتكلم معهم يعني هو بيميل للعنف بسبب اللي هو بيقعد يلعب حاجات ليها علاقة بالعنف فهو بدأ يميل لها فيخش مرحلة التمرد كأن العالم ده هو اللي بيشكل أفكاره بيشكل سلوكه بشكل كبير ترجمة نانسي قنقر